اعمل اخصائية اجتماعية في مدرسة في احدى مدارس الثانوية للبنات واتعرض كثيرا لمشكلات من البنات اغلبها يتعلق بالجانب العاطفي البنات بتحب البنات السبيان بيعكسوهم في هذا السن وهم بعكسو السبيان وحاجة بلاء نعمل ايبا فيحدث فقدان لعذرية البنت هل لابد ان اخبر اولياء امورهم بهذا الامر الشريعة مبنية على الستر فان كان هناك ما يمرر هذا من غير مشكلات سواء كانت اجتماعية او غير اجتماعية فالستر اولى ولكن لو كان هناك مشكلة سيترتب عليها ما هو افضع وامر سبيلا فيبقى لابد من انباءهم ما باليد حيلا ومن هذا مش فقد العذرية فقط دا الحمل ايضا طب البنت حامل هنعمل ايه وبعد الرابع لا هنعرف نجهضها ولا هنعرف نسكت ولا هنعرف نسيبها كده علشان تنتحر ولت كذا وهنا لابد من السعي الحثيث بالطريقة الحكيمة لإيصال هذا الى الاهل والى ذلك المجرم الاثيم والى وإلى بحيث ان تحل المشكلة لكن الاصل في الشريعة هو الستر اشتركوا في القناة